مناقش مجلس الأمن الحالة في اليمن بعد ثلاثة أشهر من غيابه عن مناقشات مجلس الأمن عاد اليمن مجدداً بأجندته المثقلة بالتحديات الأمنية والإنسانية ليحتل واجهة اهتمام المجلس إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن براون أعادت إنتاج التصور الأممي المتسم بالجمود حيال الأزمة والحرب في اليمن حاول المبعوث الأممي أن يكون منصفاً هذه المرة على الأقل في الجانب الإنساني ولا يزال مدنيون في تعز يعانون من القصف العشوائي المتزايد على المناطق السكنية فيما واصل ستيفن براون في مجمل مداخلاته الوقوفة في الصف الآخر من الصراع عبر التضامن المبالغ فيه مع الجسور والبنى التحتية وتجاهله التام للأرواح التي تزهق في مدينة تعز نتيجة الحصار والقصف الذي لا يتوقف حتى الآن تحققت الأمم المتحدة من 325 هجوماً على المدارس والمرافق الصحية والطرقات والجسور إحاطة المبعوث الأممي في مقاربته للحل السياسي خالت من أي تطور هام عدا وعوده بتقديم جدول زمني مفصل يعكس بحسب تعبيره التسلسل الزمني بحسب تصور الأمم المتحدة لأبرز المراحل السياسية والأمنية وتلاحقها وسوف أقدم للأطراف جدولاً مفصلاً يعكس التسلسل الزمني بحسب تصورنا لأبرز المراحل السياسية والأمنية وتلاحقها وأدعوهم إلى التحلي بالحكمة السياسية والمسؤولية الوطنية حتى نحقق التقدم الضروري بهذا الملف وزع المبعوث الأممي انتقاداته بالتساوي على الانقلابيين والحكومة الشرعية حينما أكد أن قرار إنشاء حكومة موازية في صنعاء يضع عراق إلى إضافية لمسار السلام ويؤثر سلباً على عامل الثقة بين الأطراف تماماً كما هو انتقاد الرئيس هادي المتواصل للمقترحات الأممية من دون القبول بمناقشاتها لتعديل بندها بحسب تعبيره المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني قدم مرافعة موضوعية رد فيها على التركيز المبالغ فيه على الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الإنقلابيين كثر الحديث عن المعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة القوى الإنقلابية ومع الأسف لا يتم الحديث عن ما يجري في تعز من مجازر وأننا استمعنا إلى الملخص كله يتلخص عن مناطق سيطرة الإنقلابيين ونحن نؤكد أن الطرف الإنقلابي يمارس سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا في المناطق التي يسيطر عليها السفير اليماني ركز في مداخلته على ما ارتكبه الإنقلابيون خلال العامين الماضيين من ممارسات فاقمة الوضع الإنساني وطالب مجلس الأمن بممارسة الضغط على الإنقلابيين لتسهيل نقل الرواتب إلى الموظفين في مناطق سيطرة الإنقلابيين على المستوى السياسي أعاد السفير اليماني تأكيد على أن الحل يكمن في المرجعيات التي حكمت الانتقال السياسي السلمي في البلاد أن الحل يكمن في المرجعيات التي حكمت الانتقال السياسي السلمي في اليمن ومن هنا فأن أية مبادرات وأفكار تتجاوز هذه الثوابط لدى الشعب اليمني ليست مقبولة ولا منطقية ولا تحقق السلام ولن تمر لأنها لا تستوعب تعقيدات المشهد اليمنى وتنزع إلى تسطيح الحل جالسة أخرى لمجلس الأمن موضوعها الوقوف على المستجدات في ملف العقوبات المفروضة على مرتكبي الانتهاكات ومعرقلية تسوية السياسية تعيد اليمن مجددا إلى دائرة الضوء لكن دون أمل بحلحلة قريبة للأزمة التي باتت ثقيلة جدا على اليمنيين اشتركوا في القناة